أرجو أن تكون الكروت واطحة إليكم وأنا سأحاول أن أريكم كالعادة ورقة ورقة طاقتك العامة لهذه القراءة أنت في وضع أخذ قرار أنت قد قررت على أخذ قرار منذ فترة وعزمت عليه ولكنك ما زلت متمسك بشيء من الماضي أنت ما زلت تنتظر أخبار من الماضي أنت اخترت وانتهيت ولكنك ما زلت متمسك بشيء من الماضي احتمال بأنك ما زلت متمسك بالحبيب أو أنت وضعت أموال أو أشياء في مشروع وأنت تنتظر أو دراسة أو أي شيء وضعت به كل ما تملك احتمال بأنك تكون رجل أعمال أو أنت تسافر وتأتي إلى بلدك تعمل أعمال في الخارج وترجع إلى البلد أو احتمال بأنك كما قلت بأنك كنت في علاقة وقد انتهت هذه العلاقة وقررت أن تنهي هذه العلاقة وقد أخذت القرار وعزمت عليه ولكنك ما زلت تفكر بهذا الشخص لا تقدر أن تنسى هذا الشخص أنت ترى الحبيب بأن عنده مزايا كثيرة وهو متعدد المواهب وهو إنسان فنان احتمال أن يكون فنان احتمال لأنه يكون كثير التجول في الانترنت أو أن يكون أعماله على الانترنت أو أن يكون يقضي ساعات طويلة في الاختيارات في اختياراته على الانترنت أمام فرص كثيرة أمام خيارات كثيرة أعماله كثيرة أو أنه ذو مزايا متعددة وأنت صحيح بأنك أخذت القرار الاتعاد عنه ولكنك لا تقدر أن تنساه لأنك لا ترى مثله شخص هو بالنسبة لك كان شيء كبير احتمال وأنت لا تراه شيء كبير لا تقدر أن تنساه بسهولة أو بأنك تراه بأنه في هذه الفترة هو متعب ومكتئب مريض نفسيا هكذا أنا أعطي جميع الاحتمالات أعزائي وأنتم خذوا ما لكم كالعادة وتركوا ما ليس لكم هذا الشخص هو إنسان عقلاني هو قد وضع القرار قد أخذ قرار بالعلاقة بينكم أعتمال بأنه قد قطع العلاقة ولكنه قطعها بشكل عقلاني ربما ورأى بأنه أنت وهو لا تتناسبان مع بعضكما هو أخذ قرار بشكل عقلي ولم يشغل به أي عاطفة وأخذه وانتهى أخذ القرار وانتهى أنت أخذت القرار الإتعاد عنه وهو أيضا يبدو بأنه قد قطع معك العلاقة أيضا احتمال بأنه يمر هذه الفترة بفرصة مالية كبيرة هو في وقت نجاحات وهو في هذه الفترة في وقت توفيق من عند الله ويعيش حياته في احتفالات مع أصدقائه مع أحبائه ربما كان في علاقة ثلاثية ربما الحبيب الآن مع شخص آخر غيرك وهو عنده يبدو بأنه في وقت نجاحات وقد قطع العلاقة واختار شخص آخر وابتعد عن هذه العلاقة الحبيب إنسان عنيد قليلا ربما يكون أيضا عنده من البخل أيضا شيئا ما دينارة الرومانس إنجل تقول لك هذه البطاقة هانيمون احتمال بأنكما كنتما كما قلت في غصام أو العلاقة بينكم منقطعة وهذا الشخص سيرجع حتما هذه البطاقة تقول لك بأن هذا الشخص سيرجع وستكون بينكما فرصة لشهر عسل أو لنزهة أو لخروج مع بعضكما للاحتفال مع بعضكما بشيء تقول لك هذه البطاقة اسمح لنفسك بأن تحب ربما تكون بينكما اختلافات تقول لك هذه البطاقة أعطي فرصة لنفسك أن تحب امنح الحب واترك لنفسك فرصة بأن تحب ربما تكون كما قلت هناك اختلافات وأنتما قطعتما العلاقة مع بعضكما وتدعوك هذه البطاقة لتمنح نفسك فرصة بأن تعيد هذه العلاقة تعطي فرصة لهذه العلاقة وتعطي لنفسك الفرصة بأن تحب مرة أخرى وتفتح قلبك للحب تقول لك هذه البطاقة لا تصدق كل ما تسمعه ولا تقول كل ما تعرفه لعل كان بينكما خلافات بسبب كلام من ناس مغرضين لا يريدون لكم الخير وقد حصلت بينكما مشكلة من هذا السبب تقول لك هذه البطاقة أنت على حق الأبراج قبل أن أبدأ الأبراج معنا برج الأسد برج القوس برج القوس مرة أخرى وبرج الدلو وطبعاً الطاقات موجودة جميع الطاقات موجودة معنا في هذه القراءة فقاتك عزيزي لهذه القراءة هي أنت في طاقة أخذ قرارات وأنت في هذه الفترة تقرر قد قررت مصيرك كما ظهر لنا في الطاقة العامة وخذت قرار سارم ونهائي ولكنك أنت واقف عند هذا القرار ومتمسك به ربما أنت تعيش حياتك في هذه الفترة في علاقات عابرة كثيرة بالإضافة إلى الأعمال أو بالإضافة إلى اهتمامك بحياتك العملية بشكل واضح إذن أنت غير جدي في هذه العلاقات ربما تريد أن تأخذ العلاقة تريد أن تكون بهذه العلاقة أو بعلاقة ما ولكنك لا تريد أن تعطي كل مشاعرك وكل عواطفك لهذه القراءة لأنك لا تريد أن تكون بهذه العلاقة بشكل رسمي بشكل جاد طاقة الحبيب هو في طاقة زواج ربما أنت وهو متزوجين من بعضكما وقد حصل بينكما انفصال أو طلاق أو خصام وأنتما الآن متباعدين وهو الآن في طاقة في طاقة الزواج ربما هو مرتبط من شخص آخر ربما أنت تحب هذا الشخص وهو مرتبط بشخص آخر أو ربما هو متمسك بالعداد والتقاليد وبشكل هو متدين ربما يكون إنسان متدين وملتزم وعنده ربما يكون رجل دين أو ملتزمة امرأة أو ملتزمة دينية عندها تعطي دروس دينية في مكان ما أو كما قلت ربما تكون في زواج وهذا الشخص متمسك بالأعداد والتقاليد والأعرف وأنت احتمال بأنك تريد أن تكون معه في علاقة ولكن هذه العلاقة ليست بشكل جاد هذه العلاقة بشكل مرح وتسلية ولهو ولكن هو إنسان جاد ومتدين ولا عنده نواية بهذا الخصوص هو يريد أن يكون فيه ارتباط جاد معك وعلاقة ثابتة مشاعرك باتجاه الحبيب أنت ترفض الحب كما قلت كما ظهر لنا هنا أنت ترفض الحب أنت تريد أن تكون ربما في هذه العلاقة ولكن بدون حب بدون مشاعر بدون أحاسيس لأنك قد جرحت بالماضي بسبب علاقة ما قد مرت معك قد كنت في علاقة ما وما زلت تفكر بهذه العلاقة ولا تنسى ولم تنسى بعد ما حصل معك في السابق أنت ما زلت متمسك بالماضي ومتمسك بأراءك وأفكارك ومتعاند برأيك ولا تريد أن تفتح مشاعرك وقلبك للحب مرة أخرى أفهمي مشاعر الحبيب بالنسبة لك هو يحبك جدا وهو يراك إنسان صادق ومنفتح على الحياة وتفولي وتعطيه طاقة إيجابية ربما أنت مرح محب للحياة إنسان صادق بسيط وطيب القلب وهو متبسك بك ومرتاح إليك جدا وهو يراك تعطيه الدفء لحياته هو يحبك جدا هذا الشخص ولكن حبه حب صادق وجاد كيف يراك؟ يراك هذا الشخص بأنك أنت الأسرة والعائلة ومعك تكتمل الفرحة والسعادة الكاملة أنت بوجودك تكون السعادة كاملة معه واكتمل فرحته مع أسرته مع أولاده ربما كما قلت أنتما في زواج وبينكم أطسال وإن كنتما لم تكنا في زواج وفي علاقة هذا الشخص يحبك ويريد أن يكون معك في زواج كما قلت هو إنسان متدين ملتزم بالعادة والتقاليد لا يريد اللعب والتسلية واللهو هو يريد منك ويراك أنت الزوج الذي يتمناه وأنت الأباني التي يريد أن تتحقق والذي يتمنى أن تتحقق هذا الشخص ربما يكون بعيد عنك أو اختلافات بينكم اختلافات في البلد في الدين في العادات والتقاليد في المستوى الاجتماعي في أي شيء معين هذا الشخص احتمال بأنه يكون بينكم هكذا وهذا الشخص ينوي على أخذ القرار على أخذ القرار وأن يكون إنسان جاد ويقدم لك القرار والمصارحة بأنه يريد أن يكون معك هذا الشخص هو كما قلت هو إنسان متدين ولا يحب اللف والدوران ولا يحب العلاقات العابرة وأنت في هذه الطاقة تظهر لي بأنك لا تحب أن تكون في هذه الفترة مرتبط في زواج أو في علاقة ثابتة ولكن هذا الشخص يريد أن يقدم لك عرضا يريد أن يكون واضح وقرار ثابت هو إنسان جدا ناجح هذا الشخص خطته القادمة يريد أن يكون وسطي يحاول أن يكون منفتح الذهن منفتح العقل في هذه الفترة متقبل لآرائك قليلا يحاول أن يكون وسطي سيحاول أن يعمل بينك وبينه هدنة ويعطي الوقت لهذه العلاقة ربما لا يريد أن يخسرك هو يريد أن يكون معك وهو يرى في هذه الفترة بأنك إذا كان متعند على رأيه وقد قدم لك العرض بأنه يريد فقط الزواج منك ربما يخسرك فهو يريد أن يكون معك وسطيا يحاول أن يكون معك بأتدال متوازن لا يعطيك أكثر ما يأخذ ولا يأخذ أكثر ما يعطيك هو يريد الأتدال في هذه الفترة وهذه خطته القادمة لا يريد أن يتركك ولا يريد أن يعطيك ما تتمناه من علاقات ومن ما شابه ذلك بلون التسليب هو يريد أن يكون ملتزم إعاداته وتقاليده ودينه ولكن يريد أن يخبرك بهذا الشيء وبهذا القرار ويكون ملتزم بهذا الشيء ولا يريد أن يفرط بنفسه المصير هذه العلاقة أنا أرى بأن هذه العلاقة احتمال بما أنه جاء لدينا هنا هانيمون شهر عسل وهذه البطاقة تقول لك افتح قلبك اعطي لنفسك الفرصة بأن تحب فهذه القرار احتمال بأن يكون يخبرنا بهذا القرار بأن مصير لهذه العلاقة سيخرج سيحاول هذا الشخص الخروج من كسرة القلب من كسرة القلب التي هو بها هو كما قلت لكم هو إنسان مجروح من علاقة قد جرحته وحطمت مشاعره وهو ما زال يتذكر هذه العلاقة ولا يقدر على نسيه وهذه مصير العلاقة هو سيحاول أن يخرج من هذا عفوا هذه البطاقة هذه لك هذه أنت لا تحاول أن تفتح قلبك للحب هو يريد أن يخرجك من هذه الطاقة هو يريد أن يخرجك من كسرة القلب ويحاول أن ينسيك همومك وإن تكون بوجوده سينسيك همومه وستخرجان مع بعضكما بشهر عسل ولكن هذه النصيحة تقول لك هذه البطاقة افتح أعطي لنفسك الفرصة بأن تحب افتح قلبك للحب افتح قلبك للحب وأعطي لنفسك فرصة بأن تحب واخرج مع هذا الشخص ربما يستطيع هذا الشخص أن ينسيك آلام الماضي النصيحة لك في هذه القراءة أن تعيد شعلة العلاقة إذا كان بينكم خصام وزواج سابق وقد قطع معك هذه العلاقة وقد حصل انفصال تقول لك هذه النصيحة أعيد شعلة العلاقة وأعيد الحماس العلاقة أعيد الحماس العلاقة وأعطي فرصة لنفسك بأن تحب من جديد وافتح قلبك للحب من أول وجديد وتعرف على هذا الشخص وكأنه بداية جديدة في حياتك أعطي لهذا الشخص فرصة هذا الشخص يحبك وراك بشكل جدا جميل هذه هي نصيحتك للقراءة وهذه البطاقة تقول لك أيضا لا تصدق كل ما تسمعه ولا تقول كل ما تعرفه فربما كانت قاويل بينكما قد حصلت بينكما بسبب خصام بسبب أطراف ثالثة قد دخلت معكم في هذه العلاقة وخربت عليكم وتقول لك هذه البطاقة أعطي لنفسك لا تصدق كل ما تسمعه وأعطي فرصة لنفسك أن تحب وأعطي فرصة لهذا الشخص وليهذه العلاقة وأخرج معه في نسهة في شهر عسل حاول أن ترتبط به بشكل جدي وأعطي فرصة لهذه العلاقة ربما يكون هذا الشخص هو الشخص المناسب الذي ينسيك آلام الماضي ويخرجك من كسرة القلب التي أنتارها شكرا لكم برج العقرب على هذه المتابعة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر